السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الأربعة 5 تموز يوليو طبعا القمر الآن موعد بث الحلقة في برج الجدي في خلو مسار وبعدين بدأ ينتقل للدلو يعني طول اليوم الأربعة رح يكون موجود في برج الدلو ولكن خلو المسار هو يعني مساء يوم الثلاثاء القمر الآن موجود في منزلة سعد السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق ويرحيظا القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 7 و8 دقائق من صباح اليوم الأربعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة سعد الأخبية وهي منزل الحماية والضرب والضفر والعقد طبعا القمر الآن موعد بث الحلقة مساء اليوم الثلاثاء أو الليلة الثلاثاء القمر ما زال موجود في برج الجدي الساعة 4 و45 دقيقة من بعد العصر من عصر الثلاثاء يعني بعد ساعتين و45 دقيقة بيبدأ خلو المسار وبعدها بدي يستمر خلو المسار للساعة 5 و29 دقيقة من بعد العصر لا ينتقل القمر بعدها لبرج الدلو هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقدة أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا القمر الآن موجود زي ما حكينا اليوم رح نحكي أنه موجود في برج الدلو لأنه خلص يعني نعتبر أنه انتقل لبرج الدلو ولكن التنويه لخلو المسار ضروري جدا طبعا بما أنه القمر رح يكون موجود في برج الدلو منشعر اليوم أنه بحاجة مسلة تغيير فالروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب بالانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا وبيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من أنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا أو شراء جهاز إلكتروني أو تلفاز مثلا أو تجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في عنا زاوية جديدة إيجابية ظهرت على الساحة وهي زاوية التزديس الإيجابية بين عطارد وبين أورانوس هاي تأثيراتها مستمرة من اليوم خمسة سبعة ليوم تسعة سبعة طبعا ذروتها راح تكون يعني نقدر نقول يوم سبعة سبعة الساعة أربعة و أربعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج مننشط فمنباشر بأكثر من مسعى في أكثر من اتجاه في نفس الوقت من كثرة النشاط والحيوية وبرضو نقدر أن نعزز قدرتنا العقلية أو تتعزز قدراتنا العقلية فبتسهل علينا حل وفهم مساء العلمية تعذر حلها مسبقا ومنشعر بالثقة وبقوة الحدث الموجود لدينا وبتمنحنا ذكاء خيالي ومبتكر وقدرة كبيرة على إقناع الآخرين ولكن هاي شوي يعني ممكن إنه يخلينا شوي ننتهور فممكن يضر بالتركيز هذا الأمر فعشان هيك بدكوا تنتبهوا من عين نقطة وبيزيد منها للأمور اللي بتتعلق بالتكنولوجيا والفن والسينما والتلفزي وكل ما إلو صلة بالكهرباء ومن ميلة تقوية حدثنا وبتساعدنا حل أوضاع المعقدة وبتجلبنا دعوات وعروض لأمور إلها علاقة بالسفر وبتدل على توجه الصحافي ووسائل الإعلام للإشادة بما ينعم به البلاد من حرية فردية وتقديم تكنولوجيا في ميدان الاتصالات والمواصلات وخصوصا الجوية والصناعات الدقيقة وبتشهد هاي الفترة زيادة في المبادلات التجارية والرحلات الجوية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين أورانوس وأن هاي الزاوية تأثيراتها مستمرة من يوم 24-6 ليوم 14-7 طبعا ذروت هاي الزاوية يوم 2-7 الساعة 2.33 دقيقة عصرا كانت هاي الزاوية بتخلق لدينا تصرفات اندفاعية وشقاقات ويتوقع لأي علاقة غرامية بأنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين عطارد وهاي تأثيراتها من يوم 24-6 إلى يوم 8-7 طبعا هاي الزاوية بتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب تعذر علينا فهمه وبيزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية وبتجلبنا نوع من أنواع الحيوية والنشاط وبتزيد من قدراتنا العقلية برضو هاي جيدة للامتحانات والنجاح الأدبي مشاريع حالية وبتخلي في عنا نوع من أنواع التركيز العالي وهدف محدد من حاول أن نوصله هذا الاتصال مناسب للأسفار والعلاقات والصداقات والأمور الزوجية ولكن بدنا نحذر أثناء التعامل عالسا ممكن نخطأ في بعض الأمور أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين المشتري وهاي الزاوية تأثيراتها من يوم 24-6 إلى يوم 8-7 طبعا هاي زاوية تدفع بحضوضنا بصورة عامة وبتقوي إرادتنا وبتمنحنا الثقة بالنفس والتسامح والميل لحسن التصرف وبرضو بتجلبنا الحظ والنجاح وإمكانية أنه يكوننا دور اجتماعي مهم ممكن أن نحقق في حياتنا المهنية والمادية بعض النجاحات وبتربطنا علاقات مهمة ونافعة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين زحل وهي تأثيراتها من يوم 21-6 إلى يوم 6-7 بتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسئولية وبتمنحنا القدرة على السيطرة على الذات والمثابرة والجدية والفطنة والحس بالواجب برضو بتساعدنا على النجاح وبتدل على أرباح عن طريق المعاملات العقارية وممكن أن نحقق النجاح في العمل والعلاقات الجيدة مع الأباء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديث إيجابية بين نبتون وبين بلوتو هاي زاوية تأثيراتها من يوم 28-6 إلى يوم 12 طبعا كزاوية منفصلة وهي ذروة الزاوية المنفصلة وهاي زاوية دائما بترجع شخص أو شيء أو وضعية قديمة بترجعها على الساحة وبتدعم من وضعنا أكثر فأكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين أورانوس وهاي زاوية تأثيراتها ليوم 5-7 من يوم 17-6 ليوم 5-7 يعني اليوم آخر يوم لإلها بتخلي في عنا نوع من أنواع التردد والخوف من اتخاذ قرار حاسم في حياتنا وبتجعلنا غريبي الأطوار وعانفين وبتسبب لنا شقاقات عاطفية والبعض ممكن يشتكي من تقلبات في المزاج الجنسي بين الضعف وعدم القدرة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين المشتري وبين زحل هذه الزاوية تأثيراتها من يوم 25-5 إلى يوم 14-7 بتدعم من وضعنا المادي والمهني أو الاجتماعي وممكن حصل على ترقية أو مركز أكثر أهمية بتزيد من إحساسنا بالأمن وتعطينا نوع من أنواع السعادة المادية وهذه فترة مناسبة للاستثمار وقتنا ملك عقاري وتأمين مستقبلنا ومستقبل المقربين لا إلا بالنسبة للزاوية اللي اليوم تأثيراتها وقوتها عندنا طبعا اليوم ما فيش هم زاويتين والزاويتين الأساسيات هم زاويات يعني شوي صعبة الزاوية الأولى طبعا اللي رح نذكرها هي زاوية من زاوية يوم الثلاثة ولكن إنها تأثيراتها بتستمر من الآن وحتى صباح يوم الأربعاء زاوية الإقتران الإيجابية بين القمر وبين بلوتو بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بيبتمنحنا حكم صائب ومواهب روحنية وبتدفعنا للإبداع أما بالنسبة للزاويتين اللي اليوم قوتهم اللي لازم تنتبه منهم بشكل كبير أول زاوية هي زاوية التربية سلبية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية ذروتها الساعة التسعة وثمانية وعشرين دقيقة من صباح اليوم الأربعاء طبعا هي بتبدأ تأثيراتها من مساء يوم الثلاثة وبتستمر حتى مساء يوم الأربعاء يعني طيلة اليوم هاي الزاوية بتكون تعتبروا إنها مأثرة يجب توخي الحذر ممن يحاول واستغلال طيبتنا وكرمنا يعني النصابين والمحتالين واللي بيتشكونوا واللي بيسحب طاقتك وبعطيك طاقة سلبية وهو بيشكيلك وممكن يستغلك حتى بمواجهة الخصوم أو يشحنك بأشياء تروح أنت تواجه عنه بعدين أنت اللي تطلع غلطان أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية تعتبر شوي فيها نوع من أنواع الحدية الخطرة المميزة لأنه يعني هاي ذروتها ساعة 34 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج من صباح يوم الخميس ولكن تأثيراتها بتبدأ من مساء يوم الأربعة يعني تقريبا قبل المغرب بقليل وبتستمر حتى عصر يوم الخميس هاي الزاوية بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لإستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بشكل سلبي تجعلنا سريعين التأثر عنيدين غريبين الأطوار بتعرضنا لتغيرات مفاجئة في الرأي أو في العواطف وبتدفعنا لعلاقات عابرة وممكن تعرضنا للفراق يعني في مفاجئات كبيرة على مستوى خسارة المال وعلى مستوى خسارة شخصية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعاً عندنا بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدراقية بالنسبة لهذا اليوم برضو القمر ما زال في مراحل الاكتمال في آخرها ولكن يجوز إجراء العمليات الجراحية ولكن بول أنا خلينا على الإضطرار يبكون أفضل أما بالنسبة للعمليات التجميل كالحق مثلاً أو تنظيف بشرة أو معالجة بشرة ما في أي مشكلة ولكن جراحياً ما بنصح فيها لسا لو نأجلها لبكرة بيكون أفضل بالنسبة لهذا اليوم طبعاً بدأت مرحلة يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يستقر في برج الدلو معناة خلو المسار القادم رح يكون الساعة 41 دقيقة بعد ظهر يوم الخميس 6-7 ورح يستمر حتى تمام الساعة 35-32 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعدها في برج الحوت أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره 17 يوم في تمام الساعة 7 مساءً بكمل أو بندخل في اليوم الثمنتاش وبتصير نسبة الإضاءة في نهاية اليوم الأربعة 91% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 23-7 سعيد بنسبة 100% القمر في الدلو حتى يوم 6-7 منتحس الآن بنسبة 10% في ساعات الظهر بصير منتحس بنسبة 40% أما في ساعات العصر فبترتفع نسبة النحوسة لأكثر من 60% عطارت في السرطان حتى يوم 11-7 سعيد بنسبة 30% الزهرة في الأسد حتى يوم 23-7 منتحس بنسبة 25% المريخ في الأسد حتى يوم 10-7 منتحس الآن بنسبة 15% ولكن في ساعات الصباح رح ترتفع نسبة النحوسة لـ 40% يعني بيهدد بنوع من أنواع الخطر المشاحنات والعصبية والغضب بتكوين تنتبهوا برضو من هاي النقطة المشتري في الثور حتى يوم 4-9 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 30% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% طبعاً اللي وصل لهون وما حط لايك أو ديس لايك أو كومنت أو أي إشي ينزل اللي يكتبلي في التعليقات أنا ما كتبت واللي كبسوا يعني شكراً لإلكم بارك الله برضو كتبوا لي في التعليقات نقول كبستوه الله يرضى عليكو يا رب وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً اليوم بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو يسعدوا من لقاء الأصدقاء بالأجواء تقريباً اجتماعية بالكامل وبتقدر تطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء والأصدقاء والجيران أهم شيء أنك ما تبقى وحيد أهم شيء تستغل علاقاتك الاجتماعية بشكل جيد اليوم بدون عصبية وبدون حساسية وحاول أنك تنجز كل عمالك الضرورية قبل الغد لأن القمر رح يوصل لبيت متابك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً بتنشطوا اليوم اجتماعياً ولكن اجتماعياتكم رح تكون على مستوى العمل أكثر فعشان هيك بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وبظل اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن تقدروا تعززوا علاقاتكم مع شخصيات بتعرفوهم أو أصحاب ذو مكاني أو أصحاب ذو منصب أو رواساكم بالعمل تقدر تقدم أفضل ما عندك اليوم وممكن تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ولكن ممكن تظهر بعض المفاجآت اللي هي إلها علاقة بالمسائل العائلية أو اتهامات توجه لها إليك فعشان هيك بدك تضبط أعصابك وتتحاور بشكل جيد وبدون ما تفقد توازنك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم تنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة وبإمكانكم تشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ابتلتقي بوجوه وأراء وثقافات مختلفة الأجواء تقريبا بنقدر نحكي لطيفة فيه نوع من أنواع الطاقة الإيجابية حتى على المستوى العاطفي وممكن تعززوا برضو علاقاتكم الإجتماعية والعائلية والفترة هاي مثمرة على جميع الأصعدي الأهم إنك تتحرك ولكن تحافظ على نفسك من المفاجآت اللي ممكن ما تكون بالحسبان يعني قد السيارة بتركيز أكثر وإذا عندك سفر يعني توقع مفاجآت تعطيل بالنسبة لأيلك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى بدكوا تحذروا من أي شراكة مالية أو توقيها عقد أو البدء بعمل بدكوا تقرؤوا النصوص بشكل جيد تعرفوا مع مين بتتعاملوا تتأكدوا من الأشخاص اللي بتتعاملوا معهم ولا تكفلوا حد ولا تدينوا حد فلوس وما بناسبك اليوم برضو إطالة الخلافات والزعل وحاول إنك تسار على تقريب وجهة النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق وممكن تناقش موضوع بيتعلق بإرث أو موضوع مالي برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم ترغبوا من تدعيم شراكاتكم علاقاتكم مع شراكاتكم في المال والعاطفي ولكن القمر زي ما حكينا مقابلك تماما يعني طاقتك ضعيفة وسهل استفزازك هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ولكن حاول إنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات وما بينفعك التوتر ولا الجدال وعالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة وما تتسرع باتخاذ القرارات مرضو يوم جيد على مستوى الحوار والنقاش أو التفكير في مسائل إلها علاقة بالروحانيات ولكن لا تبادر فيها برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم بيبدأ العمل بتراكم أكثر من يوم أمس بدكوا تحاولوا إنكوا تنجزوا ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك وبدكوا تنتبهوا لغذائكم وراحتكم وما تسمحوا لواجباتكم إنها تتزامن أو تتراكم لأنه اليوم ممكن إنك تشتت حالك وتلتهي بإنجاز بعض الأعمال المش ضرورية تضيع حالك كثير من الوقت وتضطر إنك تعمل وقت إضافي بدك تكون أكثر تنظيماً وتحسن إدارة الوقت وتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي وخصوصاً العدوات أو المشاكل والمشحنات مع زملائك بالعمل أي شخص بيعمل معاك ممكن يعني حتى لو ست بيت بنتها بتساعدها ممكن تعمل مشكلة مع بنتها خدوا قصة من راحة وإهدأوا وكونوا عند حسن الظن وما فيه داعي للمشاكل برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معاهم وتعتبر هاي فترة مثمرة إيجابية بتستعيد شراختك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات باستطاعتك المبادرة في الظروف ملائمة للحوار والحب والترفيه والتجميل ولا كل شيء له علاقة حتى ممارسة الهوايات والمغازلة والمصالحة وإذا كان في عندك أمر وحاولت أنك يتممه ما مشى معاك من أول مرة كرر المحاولة بيمشي إن شاء الله برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم اليوم تجد تعاون من أفراد العائلة وممكن تضطر للإهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم شيء أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصاريف إضافية أو حتى ممكن شخص من موليد برج العقرب يرجع لأرضه الأم أو لبيته الأم أو لبلده مثلاً برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً اليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتناقلات ومنكم أشخاص اليوم ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع الإخوة ومع الجيران تتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح الأفكار الجديدة وممكن تحصلوا على فرصة جديدة بتفسروا من خلالها مشاعركم أو تبرروا مواقفكم وبتنشطوا بالتناقلات والاتصالات على أنواعها ومنكم أشخاص ممكن يهتم بموضوع العلاقة بالسيارات بالإلكترونيات بشكل يعني يركز فيه أكثر كبحث أو كعمل أساساً ولكن انتبهوا أثناء قيادة السيارة وبرضو انتبهوا أثناء حواراتكم لأنه ممكن تعصبوا أو يطلع منكم كلام مفاجئ أو صادم أو تنصدموا أنتوا بكلام بعض الأشخاص بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً اليوم في فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بدكوا تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالجوا استحقاق مالي أهمش أنكم ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل تطمئن خواطركم نوعاً ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ ولكن ديروا بالك على أمالك وانتبهوا من النصابين والمحتالين أو فقدان بعض مقتنياتكم وركزوا بلاش مصريف برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً اليوم بتبدأوا فترة أفضل من الأيام الماضية وبتعيد لكم نشاطكم المفقود وبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم التحلي بالحكمة وواقعية الأمور بتشتد عزمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر ولكن زي ما حكينا لا تخلي مزاجك يسيطر عليك وتقلبات المزاج والحدية والتردد والأمور هاي وخصوصاً أورانوس اللي بشكل الزاوية السلبية فعشان هيك ممكن يصدر منك أشياء أو تتلقى أشياء أو يصير معك حدث مفاجئ هي يوترك بشكل كبير فبدك تضبط عصابك وتكون مهية لكل الاحتمالات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً القمر استقر أو بنحكي فوقف في بيت المتاعب فعشان هيك أهم شيء أنك تضبط عصابك اليوم يعني بقدر الإمكان حاول تنظيم أمورك والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتذمر من تأخير أو تسوء التفاهم أو التباس وحذروا من البدء بأي شيء جديد وما تسمحوا للقلق أنه يسيطر عليكم ويمنعكم من العمل والنشار نظموا أموركم وضعفوا مجهودكم الأجواء ضاغطة يعني بمعنى آخر حاول قدر الإمكان تتمالك أعصابك ما تبادر بأي شيء مهم انتبه من اللي بتتعامل معاهم وأي شخص بوعدك بشيء حط يقيناً تسعين خمسة وتسعين تسعة وتسعين بالمية إنه ما رح ينفذ وعده يعني اللي وصل معنا لهون يحط لايك وديس لايك وكومنت وشير ويشترك ويلغي اشتراكه والتبعات الدعم محدش يكبس عليهم لا الانضمام ولا العضوية ولا مش عارف إيش ولا التشكرات بس يخلف عليكم وكبسولي على الكبسات هدول أو حذر الحلقة كاملة يعني أقل ما فيها بارك الله فيك وعليك وربنا يسعدكم ويكرمكم وشكراً لدعمكم وأنا بحكي هذا الحكي بس نوع من أنواع المزح والدعابة يعني نغير جو فيها هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر